اشتركوا في القناة ونحكي اكتر عن جديدة بصيرنا انو رحب اليوم بالدكتور ثائر زين الدين مدير الهيئة العامة السورية للكتابة سعد صباحك ورمضان كريم سعد صباحكم اهلا وسهلا رمضان كريم سعد صباحك دكتور رمضان كريم اهلا بكم يا هلا دكتور دايما نحكي عن الانشطة الثقافية اللي معمد خفوتيرتا بسوريا خلينا نعرف شو اخر انشطتكم بالهيئة الحقيقة عمل الهيئة مستمري يعني هو ليس عملا موسميا بل هو عمل يومي يعني نحن مثلا مطبعة وزارة الثقافة تنتج يعني كل يوم او كل يوم ونصف تطرح كتابا بين ايدي القراء وبالتالي هذا العمل مستمر هناك عديد من العنوانات الجديدة تستطيعون طبعا ان ترونها هذه اصداراتنا الجديدة بالاضافة الى عملنا الاخر الذي يتعلق مثلا بمعارض الكتاب نحن منذ فترة انهينا شهر الكتاب في مختلف المراكز الثقافية في القطر العربي السوري الحقيقة كان شهرا ناجحا وكان هناك يعني عدد كبير من الكتب التي بيعت طبعا نحن لا يعنينا البيع والشراء هنا بقدر ما يعنينا ان الكتاب يصل الى الناس وبالتالي مثلا نعطي مثال مثلا في محافظة الاذقية بيع عدد كبير جدا من الكتب يصل مثلا المبلغ الى حوالي 800 الف ليرة سورية طبعا عندما اطرحيك مبلغ هذا يعني ان هناك عدد كبير من الكتب بان كتابنا من حيث السعر رخيص في السوداء مثلا بحوالي 700 الف ليرة سورية مثلا بيعات كتب اذا هذا يعني ان الكتاب وزارة الثقافة كتاب مطلوب في مختلف المدن السورية هذا طبعا جانب الان نحن نحضر لمعرض مكتبة الاسد وستشارك الهيئة العامة سورية الكتاب بجناحين كبيرين كما فعلنا في العام الماضي والحقيقة في العام الماضي ايضا كان جناح وزارة الثقافة هو الجناح يعني الاكثر اللي نقول رواجا كان الناس يقصدونه كانت كتب الهيئة تطلب حتى بالاسم يعني بالعناوين بالاضافة الى اننا نحضر لندوة وطنية للترجمة كعادتنا يعني هذا هو العام الثالث ستكون في الشهر التاسع وهذه المرة ستتناول دور الترجمة والتنوع الثقافي ودور الترجمة في التأثير على اللغة الام هذا بصورة عامة هناك عديد فعلا من الفعاليات التي نخطط لإقامتها خلال هذين الشهرين بل خلال هذا العام بصورة عامة تمام رح نحكي كمان عنه بسياق حديثنا اليوم لكن دكتور ثائر في بعض الصحف اليوم عم تتناول المؤسسات الثقافية عم تقول هي انه خفت وطيرتها والنشاطات الثقافية خفت شو السبب ليه هذا الاستهداف وهالتناول هذا بهيك الموضوع؟ طبعا نحن نرحب بكل الاراء صدقا وأنا أقرأ الصحافة يوميا وأحاول أن أرى ما الذي يشغل بال بعض الصحفيين المهتمين بالشأن الثقافي لاحظت هذه المسألة منذ ببضعة أيام أن الحديث عن هذه المؤسسة الثقافية الرسمية أو تلك يعني بصورة غير طيبة أحيانا أنا ردي الوحيد ورد زملائي في العمال ما ننتجه يعني مثلا الكتاب الآن الذي بين أيديكم سوريا في مواجهة لو سمحتين الحرب الكونية هذا العمل صدر منذ بضعة أيام أستطيع أن أقول لكم أن يعني كل عاملي الهيئة عملوا بشكل حثيث ولسيما في المطبع يعني تصور يعيد العمال عمال المطبع لم يستريحوا ما عطلوا خمس أيام الجمعة سبت أحد حتى أنهم سهروا حتى الصباح حتى أنجزنا مثلا هذا الكتاب مؤسسة تعمل بهذه الطاقة ولا تراعي حتى مسائل العطل الرسمية هي مؤسسة ناجحة هذا أمر يعني لا نستطيع أن نشك به طبعا هذا كتاب مهم جدا صدر كما قلت منذ أيام وطبعا بإشراف الدكتورة النجاح الأبطار وطبعا كتب فيه نخبة من المحللين السياسيين والفكريين والعسكريين العرب يعني هذا الكتاب مكتوب بأقلام عربية يعني ليس بأقلام سورية فحسب ولكن هناك أقلام عربية عديدة والكتاب يقع في نحو مئة صفحة من القطع الكبير طبعا هذا الجهد أنا أتمنى فقط على زملائنا أحيانا في الصحافة يعني أي ينتبهون يعني بمعنى ما نسوق الناس كلها بعصى واحدة أو سؤال عن آخر الأعمال يروحوا يسألوا لحتى يدروا يعرفوا بالضبط يعني وخاصة يعني بعض المؤسسات التي صمدت يعني وزارة الثقافة وأنا لا أتحدث لأني يعني عامل فيها لكن وزارة الثقافة خلال سبع السنوات الماضية يعني ما قدمته لم تقدمه أي وزارة الثقافة في العالم والاستمرار بالعمل يعني هذا أمر تكلمه هذا الآن على مقربة من دار الأوبرا يعني شيء بيرفع الرأس يعني هذا العمل الحفيث مسارحنا التي يعني مدرية المسارح في وزارة الثقافة مدرية الفنون التشكيلية وغيرها من المدريات كل ما قدمته خلال هذه السنوات يعني في الحقيقة يستحق أن نفخر به ممكن في بعض المؤسسات زاد عمل عن فترة ما قبل الحياة نحن نطرح في العام حوالي مئتي كتاب يعني وفي موضوعات هامة مثلا لو سمحت هناك كتاب مثلا عالم المخدرات والجريمة بين الوقاية والعلاج أيضا لتحت هذا هذا صدر منذ أي طب لاحظي هذا التنوع الشديد في الموضوعات التي تطرحها كتب وزارة الثقافة هذا كتاب مهم جدا للناشئة الآن لتجنب مخاطر المخدرات وما شابه ذلك كتب الأطفال مثلا مجلة أسامة الرائعة التي ما زالت وزارة تماما ومنذ ستينيات القرن الماضي ما زالت تصدرها بشكل جميل وبعداد لافتة الانتباه ثم فكرة الكتاب الناطق الذي بدأناه في العام الماضي نعم فكرة الكتاب الناطق يمكن أخذت صدى كبير في كثير أشخاص اهتموا بهذا الموضوع ورحبوا فيه حتى في برنامجكم هذا تحدثنا من قبل عنه هذا الكتاب الجميل المهم الذي يمكن للشخص أن يستمع إليه بيبكتر بالسفر بوين ما كان موجود الشخص بيقدر فعلا أنه هو يستطيع أن يحصل على الثقافة والمعرفة من خلاله وبالتالي هذا الحجم من العمل أنا فقط أتمنى أن ننتبه له أن نشير إليه فإن لم نريد أن نشير على الأقل ألا نسي إليه ليس فقط فيما يتعلق بعملنا ولكن حتى مثلا دار نشر خاصة سورية متميزة علينا ألا نهاجمها إلا إذا كان في خطأ تماما إذا كان في خطأ إذا هناك شيء سيء ممكن أن نعمل معا على تلافيه وعلى استدراكه لكن هذه أحيانا طبعا بعض وأنا ينبغي ألا أقول ذلك لكن بعض الساخرين مزح قال يا أخي ما بتعرف قد يكون هناك تغيير ما في البلد فشخص ما يريد أن يلفت الانتباه لنفسه مثلا طبعا هذا شأن الآخرين لكن نحن بشكل شخصي نستقبل كل الأراء كل الأفكار ونطور عملنا ونرجو أن تكون أراء بناء الكل بيتقبل لنغض البناء أكيد دكتور دكتور بما يخص الكتاب الناطق يعني اللي عم تشتغلوا عليه خلينا نعرف كيف عم يتم اختيار الكتب يلي عم تشتغلوا نعم أنت هو مع ثلاثة الكلمة نحن نحن نحاول أن نختار يعني الكتب الهامة مثلا الآن في المطبعة نطبع دي في دي هانس أندرسون قصص هذا الكاتب الدنيماركي المتميز وهو من أكبر كتابي الأطفال اخترنا مجموعة من قصصه المتميزة والجميلة سجلت بصوت جميل صوت شاب وصوت فتاة طبعا أول البداية بدأت بأن كلفنا أديبا أن يختار مثلا أجمل هذه القصص فاخترناها ثم أيضا سجلت في ستوديو خاص بصوت معين فيما بعد تأتي مسألة الإخراج الفني يعني العمل الفني ما يشبه عملكم في التلفزيون بحيث أنه يعني يقدم هذا العمل مثلا مع صور مرافقة كارتون صور تصفوا الحكاية تصفوا هذه الحكاية تقدمها للطفل لأن الطفل ممكن أن يجلس على جهاز كمبيوتر فيستمع إلى القصة وهو يرى الأفلام المتحركة التي تناسب القصة هذا العمل سيطرح بعد بضعة أيام بينما مثلا بين يدينا على سبيل المثال هنا مثلا مختارات من الحماسة الشجرية هذا كتاب مهم جدا في التاريخ العربي حققه ذات يوم الشاعر المعروف عبد العمى اللوحي اخترنا من هذه الحماسة مجموعة من أجمل القصائد فيها وسجلت أيضا بأصوات جميلة بحيث يستطيع المتلقي أن يستمع لعديد من القصائد باستخدام هذا القرص المدمج دائما بتسعوا يمكن لاستقطاب المواهب الشابة وأيضا في عندكم نوع من نوع من يمكن إذا فينا نقول جهد حثيث بالترجمة أيضا وأيضا تسعون لمنافسة بأسعار كتاب يعني هذا العمل المشترك والجهد المشترك اليوم قديش عم تجسد بالفعل على أرض الواقع صحيح الآن عمل هيئة العامة سوريا الكتاب له جانبان مهمان الأول طبعا بالتأكيد نحن نحرص أن نصدر كتبا لأهم المبدعين السوريين والعراب وأن نترجم لأهم كتاب العالم لكن هناك شطر آخر من عملنا نحن ننتبه له هناك مثلا لدينا سلسلة إبداعات شابة في هذا الكتاب نصدر مجموعة شعرية متميزة لشاعر سوري قد تكون هذه مجموعته الأولى لكنه موهوب نصدر مجموعة قصصية أيضا جديدة لشاب يعني ما زال يتلمس دربه في مجال القصة القصيرة نصدر مثلا ماذا أيضا مسرحية عمل مسرحي أيضا لفتاة أو لفتاة موهوبة أو موهوب وقد يكون العمل أول أو الثاني بمعنى أننا أيضا نسلط ضوء على المواهب الشابة الجديدة هذه لا نهملها طبعا البعض أحنا لا يميز يقول طب انظروا هذا كتاب يعني ليست سويته كما ينبغي أن يكون لكن عندما ننتبه أنه مثلا تحت سلسلة إبداعات شابة هي فرصة تماما نقدر أن هذا المبدع ربما كان هذا عمله الأول وهذا واجب وزارة الثقافة أن تأخذ بيده لازم تستقبله فعلا لحتى يمكن هو يتحسن ويقدر أن هو يتميز بكل أصداراته ذكرنا كانت عم تحكي أرجع عن الترجمة وحضرتك حكيت لنا أنه في ندوة عم تحضروا لندوة ترجمة نعم اليوم شو هو دور الترجمة فعلا يمكن وشو الشي اللي عم تشتغلوا عنه أعماعوا أنتو بالهيئة نعم إذا كنتم طبعا أنتم والمشاهد الكريم تذكرون نحن تحدثنا أيضا من باركم هذا عن المشروع الوطني لترجمة أطلقنا هذا المشروع منذ سنتين تقريبا والحقيقة بإشراف مباشر وأنا يجب أن نحيي لأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة وبمتابعة حتيتها أطلقنا هذا المشروع وكلفنا نخبة من المترجمين ومن دارسي الترجمة فوضعنا خطة تنفيذية لهذا المشروع هذا العام مثلا ضمن الخطة لدينا ما لا يقل عن ستين كتاب ينبغي أن نترجمها إلى العربية أنا أقول إن شاء الله أن نترجم خمسين كتابا وهذا يعني يكفي وهذا جيد هذه الكتب تتناول مختلف وجوه المعرفة يعني نجد كتبا في الفكر السياسي كتبا مثلا في النقد الأدبي كتب فكرية كتب ثقافية مختلفة حتى كتب في الثقافة الطبية وما شابه ذلك كتب تتحرك من زاوية رؤية الآخر إذن هذه الأعمال نطمح إلى ترجمتها هذا العام طبعا العام الماضي نحن أيضا أصدرنا عددا غير قليل من الكتب نحاول أن نركز على هذا الجانب تحديدا يعني لما له من أهمية كبيرة أنتم تعلمون أن الأمم في لحظات مصيرية كاللحظة التي تعيشها سوريا يعني تطمح لنقل معارفي وثقافاتي وحضاراتي شعوب أخرى إلى لغتها وحضارتها وأيضا نقل ثقافة سوريا إلى الخارج هذا جانب أنا أتمنى أن نستطيع مستقبلا العمل عليه يعني بمعنى أنت تقصدين الترجمة الأخرى يعني أن نترجم من العربية مثلا إلى اللغات الأخرى هذه مسألة في غاية الأهمية ولكننا بعد يعني في الهيئة العامة السورية الكتاب لم نستطع العمل عليها كما ينبغي لأن لها طبعا الآن نستطيع أن نتحدث طويلا يعني هنا ينبغي أن تكون هناك اتفاقات كثيرة مع بلدان مختلفة ينبغي أن يكون لدينا من يترجم ممن يعني يتقنون اللغة الأم جيدا والذين عاشوا في تلك البلاد يعني عندما سننقل نصا من العربية إلى الإنجليزية على سبيل المثال لا يكفي أن يكون المترجم مثلا تعلم في الجامعات وأتقن اللغة إلى حد ما هنا قد يستطيع أن يترجم من الإنجليزية إلى العربية لكن المسألة الأخرى في غاية الصعوبة وأنا أعلم ذلك لأنني عشت في بلد ما وتعلمت لغته المسألة في غاية الصعوبة ويجب أن يكون هناك اتفاقات حتى لتسويق الكتاب يعني أنا طيب ترجمت هذا الكتاب من العربية الإنجليزية أين سأسويقه؟ في أي بلدان؟ ما هي دور النشر التي ستساعدني؟ الأسواق التي ستأخذ كتابي؟ هذه المسائل ينبغي أن تدرس جيدا لكن مثلا ممكن أن تصدر مجلة على سبيل المثال لأن يكون هناك مجلة تنشروا إبداع المبدعين السوريين والمفكرين السوريين إلى لغات أخرى تصدروا مثلا عن وزارة ثقافة وبالماضي كان هناك تجربة جميلة في اتحاد الكتاب العرب كان هناك مجلتان تصدران بالإنجليزية والفرنسية يتم ترجمة أعمال كتاب سوريين إلى هتين اللغتين طمام أنا بدي أقول كمان لحضرتك يمكن حتى هلأ بوقتنا الحالي يمكن الشباب بسوريا بيحبوا أن يكون في كتاب إصدار سوري بيإصدار وزارة الثقافة السورية بلغة أجنبية كمان عنا بيقرؤوا يمكن بلغات غير اللغة العربية وممكن يستمتعوا فعلا بكتاب هو باللغة الإنجليزية تماما هذا أمر أنا أرى أنه يجب أن نعمل عليه على مستويات عليا يعني ذات يوم في الندوة الوطنية الماضية أنا طرحت بحضور سيد وزير الثقافة يعني مثلا أن تنشأ مؤسسة مؤسسة يعني كاملة حتى مستقلة عن هيئة العمل للكتاب تعنى بالترجمة لنسميها على غراري ذات يوم دار الحكمة في بغداد لنسميها دار المعرفة لنسميها أي شيء لكن حصرا يكون عملها في الترجمة في نقلي يعني سواء حضرتنا وأدبنا وثقافتنا إلى لغات أخرى أو العكس وطبعا يفترض أن ترعى بطريقة خاصة وأن تقدم لها موازنات كبيرة وأن تزود بمن يستطيع القيام بالعمل هنا خبرات كبيرة جدا هذا أمر ضروري دكتور ثائر يعني دايما بتسعوا لاستقطاب العديد عبر وسائل تحفيزية ومن الجوائز خلينا نحكي عن أهم الجوائز لطرحة المؤسسة نعم منذ العام الماضي عادت وزارة الثقافة إطلاق ثلاث جوائز كانت متوقفة منذ عام 2007 فيما أذكر هي جائزة حنى مينا للرواية وجائزة دكتور سامي دروبي للترجمة وأردفت بجائزة عمر أبو ريشي للشعر العربي هذه الجوائز السنة الماضية أطلقت من جديد في وزارة الثقافة والحقيقة لاقت إقبالا شديدا يعني في مجال الرواية تلقينا نحو أربعين رواية قد يبدو العدد بسيطا لكن عندما نعلم يعني المشقة في كتابة الرواية وعدد مثلا الذين يكتبون هذا الجنس الأدبي الرفيع والصعب سندرك أن الرقم أربعين ليس رقما سهلا على الإطلاق طبعا في مجال في عمر أبو ريشي للقصيدة عدد كبير جدا من القصائد تجاوز السبعين قصيدة في هذا العام بالإضافة إلى هذه الجوائز أيضا أحدثت جائزة ممتاز البحرة لرسوم الأطفال يرسومها طبعا فنانون كبار لكن مخصصة للطفل وجائزة القصة القصيرة المكتوبة للطفل أيضا بأقلام كتاب كبار إذن هتان جائزتان جديدتان تمت إضافتهما للجوائز القديمة بالإضافة لجائزة لطيفة ومهمة في مجال التمكين للغة العربية بدأناها منذ العام الماضي تقوم على إطلاق مسابقة في حفظ الشعر العربي السنة الماضية كانت في حفظ الشعر العباسي مثلا الآن أخذنا مجموعة من شعرائي لنقل مرحلة الإحياء وما بعدها منها طبعا من أحمد شوقي للبارودي لبدوي الجبل مجموعة من الشعراء في هذه المرحلة وطرحنا أشعارهم بين أيدي المتسابقين والآن نستقبل أسماء الذين يرغبون في التقدم لهذه المصابقين يعني فيه فعلا تحفيز مثل ما ذكرتي أريج من خلال فعلا هي الجوائز للكتاب المهمين للأدباء وأيضا للشباب الصغاري اللي هلأ عام يحاولونه هنه يبلشوا يخطو خطوة بمجال الثقافة ذكرت لنا حضرتك أنه معرض الكتاب الدولي رح يكون لكم مشاركة فيه شو أهم التحضيرات للمعرض؟ طبعا أول البارحة كان هناك اجتماع جيد بحضور مجموعة من السابقين للإشراف على المعرض هناك 220 دار نشر عربية وسورية حتى الآن ستشارك في هذا المعرض طبعا الرقم قد يزداد في الأيام الأخيرة أنتم تذكرون العام الماضي كان عندنا 175 دار على ما أذكر إذن الآن في زيادة لا تقل عن 50-60 دار حتى أن الأستاذ إياد الآن حائر أين يوزع هذه المعارض في فضاء مكتبة الأسد إذن سيكون معرض متميز إن شاء الله نحن سنشارك بجناحين كبيرين وسنقدم ما لا يقل عن 1400 عنوان الكثير منها جديد وكالعادة بأسعار مشجعة جدا أكيد نحن ناطرين أهل استحقاق ومنتمنى لكم كل التوفيق وشكرا وجودك معنا اليوم دكتور ثائر شكرا جزيلا لكم شكرا لك دكتور ثائر يعني نتمنى دايما التوفيق ودايما عجلة الثقافة فعلا نتظل مثل ما هي مستمرة بسوريا بكل المجالات شكرا كثير لكم إن شاء الله ووجودكم جميعا